ينضم إلينا من باريس عبر الأقمار الصناعية السيد هلال محمود أحسين الكاتب والمحلل السياسي للحديث حول الانتخابات الفرنسية أهلا بك سيد هلال حبذا لو أطلعتنا حول نتائج الانتخابات الجولة الثانية التي ربما ستنتهي أو ربما انتهت في هذا الوقت النتائج الأولية لهذه الانتخابات باعتبارك في فرنسا وقريب منها بداية مساء الخير عليكم على مشاهدي قناة الفلوجة الكرام بس حبيت أصحح الاسم هلال محمد أحسين وليس هلال محمود أحسين بالنسبة للانتخابات هذا اليوم كانت باريس خصوصا شهدت تواجد أمني كثيف في الشارع لتسهيل عملية الانتخابات وخصوصا أن الخوف والتوجس من حدوث حادث أمني أو خرق أمني وخصوصا أنا أتواجد في الشانزيليزيه يعني شاهدت الكثير من التواجد الشرطة والقوات الأمنية المدججة بالسلاح والجميع يريد أن تنتهي هذه الساعات على خير نسبة المشاركة طبعا كانت جيدة جدا بسبب أن هناك علاقة طردية بين نسبة المشاركة وفوز إيمانويل ماكرون بهذه الانتخابات ضد اليمين المتطرف مارين لو بين لأنه كلما زادت عدد المشاركة في هذه الانتخابات كانت تصويت أكثر لإيمانويل ماكرون وذلك وجود عدة مرشحين أيضا يعني سقطوا في الانتخابات في الدورة الأولى من الانتخابات ومن ضمنهم فرنسوفيون دعوا ناخبيهم أو مؤيدهم إلى التصويت لإيمانويل ماكرون ليس حبا فيه ولكن لقطع الطريق على اليمين المتطرف من الوصول إلى سدة الرئاسة أو إلى قصر الأليزي أيضا هناك نسبة المشاركة تعني لنا أيضا أن الشعب مهتم الفرنسيين مهتمون بملفات عالقة هي ثلاث ملفات حقيقة تثير أو توجز الناخب الفرنسي التي هي ملف الأمن ملف الاقتصاد ثم ملف الهجرة وجميعها من خلال المناظرة الأخيرة التي أقيمت بين المرشحين ماكرون ولوبين كان هناك بصراحة تميز لماكرون وفوز لماكرون من خلال هذه المناظرة التي أثبتت جدارته من خلال إلقائه أن الحلول ضد ضد لكن ما هي أصداء هذه الجولة الثانية وكيف يراها مؤيد المرشحين سواء مؤيدي ماكرو أو حتى مؤيدي لوبا الجميع هنا متفائل بفوز ماكرو خصوصا بعد وصول نسبة المشاركة إلى 65.3% بعد الساعة الخامسة عسرا وما زالت صنادق الاقتراح مفتوحة يعني خلال ساعات سيكتشف اسم المرشح الجميع هنا يعطي حظوظ أكبر لإيمانويل ماكرون رغم محاولة البعض بالتأثير على هذه الانتخابات وكما حدث في سيناريو الولايات المتحدة الأمريكية بحدوث خرق وتسريب من خلال حملة ماكرون بكشف بعض الإيميلات وبعض المراسلات وبعض الفواتير والذمم المالية لكن هذا لم يؤثر وخصوصا أن وزارة الداخلية الفرنسية كانت حادة في هذا الموضوع وهددت بمعاقبة أو بجنم جنائي كل من يحاول نشر هذه التسريبات وذلك لعدم التأثير على نفسية الناخب وعلى حظوظ الناخب وفعلا نجحت هذه الوزارة في الحد من انتشار هذه التسريبات وأيضا من الحد في التأثير على قرار الناخب الفرنسي لذلك الجميع يتوقع الفوز ني ماكرون نعم ماكرون يعني كما ذكرت الأوفر حظا هذا الشاب الذي دخل بقوة إلى الانتخابات يعني يبدو أنه الأوفر حظا بالجلوس في قصر الإليزي هل سيتمكن فعلا ماكرون من تحقيق وعوده الانتخابية التي وعد بها إبانا الانتخابات هل سيتمكن هذا الشاب قليل الخبرة إلى حد ما الصغير في السن بتحقيق هذه الوعود لا سيما وعوده بما يخص الاتحاد الأوروبي وتقوية هذا الاتحاد يعني لا ننسى أن خلال حملته الانتخابية ذهب لزيارة أنجيلا ميركل في مستشارة ألمانيا وألمانيا وفرنسا تشكل ثقل الاتحاد الأوروبي وأيضا أنه صرح حتى قبل ساعات من الصمت الانتخابي ليلة الجمعة صرح بأنه سيستعين بخبرات السياسيين الكبار وأنه سيسمي مرشحا لرئاسة الوزراء يتمتع بثقة الفرنسيين وبأهلية كبيرة يعني هو بما معنى أراد أن يقول صحيح أنا قليل خبرة في السياسة ولم أدخلها سواء في عام 2014 عندما تم ترشيحه لمنصب وزير الاقتصاد في فرنسا للنهوض بالاقتصاد الفرنسي ولكنه أيضا سيستعين أراد أن يقول أنني سأستعين بخبرات السياسيين الفرنسيين القدماء سواء كانوا من اليمين أو من اليسار هو سيكون حكومة تكنوقراط وليست حكومة حزبية ومع ذلك تحاول بعض الأحزاب الحصول على موطئ قدم من خلال الانتخابات التشريعية التي ستحصل قريبا يعني لذلك بعضهم لم يشارك في هذه الانتخابات بقوة ولم يدعو مرشعيه إلى انتخاب أي من المرشحين للحفاظ على مواقعه يظن حكومة مستقبلية من خلال مجلس النواب دعنا لا ننسى أيضا ماغيلوبا الداعمة لطبعا اليمين المتطرف وهي طبعا ضد العولمة أيضا فازت بنسبة كبيرة هذه المرة وهي تحدث لأول مرة يفوز اليمين المتطرف بهذه النسبة في فرنسا ألن يكون لها تأثير بالسياسة سواء داخلية أو الخارجية لفرنسا يعني دعني أقول أن اليمين المتطرف خلال العشر سنوات الأخيرة أنه حقق على مساحة كبيرة من الأرض يعني سحب البصاط من تحت اليسار في خلال هذه السنوات العشر ولا ننسى أن جان ماري لوبين الأب وصل إلى انتخابات الرئاسة أمام جاك شيراك في عام 2002 عندها هبت جميع لعدم مصوله هذه المرة الثانية التي يصل فيها اليمين المتطرف إلى انتخابات الدورة الثانية من الرئاسة ويكون مرشح مهم ضد المرشح الآخر اليمين المتطرف الآن أخذ حجر زاوية في السياسة الفرنسية في الواقع الفرنسي لا يمكن لأحد نسيان وجود اليمين الفرنسي وأنا أتوقع أنه إذا بقيت الأمور على ما هي عليه في خلال حكم ماكرون لخمسة سنين قادمة سنجد أن بعد خمسة أعوام أن اليمين هو الذي سيفوز في الحكم المرة الثالثة إذا ترشح اليمين المتطرف لذلك على ماكرون مهمة ثقيلة الآن وهي إحقاق النجاحات والوعود التي قطعها على نفسه للفرنسيين لعدم وصول اليمين لأن اليمين يلعب خصوصا أنه نحن نرى أن اليمين لعب على وتر عاطفي وهو وتر الإرهاب ووتر الاعتداءات الإرهابية في فرنسا لذلك حقق مساحة كل عمل إرهابي أو كل حدث إرهابي يجري على الأراضي الفرنسية أو في أوروبا عموما يتم تجييره لصالح اليمين المتطرف لتحقيق بعض المكاسب الانتخابية نعم الكاتب والمحلل السياسي هلال محمد حسين كنت معنا من باريس عبر الأخمار الصناعية شكرا لك